فاركو الحقيقة من الفرق اللي قدمت أوراق اعتمادها الحقيقة بشكل بير جدا في نسخة الدوري واحد من الوافدين حديثا على الدوري الممتاز لكن خليني أقولكم أنه أكتر حاجة لفتت نظري في أرقام أرقام فاركو السندي هو قدرات الفريق الدفاعية يعني الفريق مميز جدا 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 في الناحية الدفاعية ويعتبر أقوى خط دفاع في البطولة كلها متفوقا على الكبار وهنا الكلام طبعا على الأرقام مش على الأسماء نتكلم على فريق استقبلت شباكو 18 هدف فقط لغيره وبالتالي كان بالاشتراك مع بيرامدز ما قبل لمواجهة الزمالك لأنه بيرامدز طبعا شل 3 و3 كانوا يعني مؤثرين بشكل كبير جدا ومؤلمين وموجعين لكن في النهاية كان بيتشارك مع فاركو في أن هما الاثنين أصحاب أقوى خط دفاع برصيد 17 هدف لكن طبعا دلوقتي بعد الثلاثة بتوعه بيرامدز في مباراة الزمالك بقى منفردا هو صاحب أقوى خط دفاع وإن كان على نفس المستوى من التفاق دفاعيا تلاقي هجوميا أنه ممكن يكون فيه معاناة لأنه صحيح استقبل 18 هدف فقط لغير لكن خط هجومه ما سجلش غير 20 هدف بس وبالتالي لو فكر الجهاز الفني لفاركو أنه يلعب زون ديفنس زي ما كل الفرق بتلعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة وتلاقي الفرقة كلها قاعدة في البوكس سورا بتدافع كل 3 خطوط متمركزين قدام المنطقة بيدفعوا ممكن شوية نواجه صعوبة النهاردة وخصوصا في غياب معظم الأجنحة بتاعت النادي الأهلي للإصابة ترجمة نانسي قنقر